تدور رحى هذه الآلات الكهربائية داخل المطاحن في تيجي بباطن الجبل وتدور معها عجلة الأسعار التي زادت من مشقة المواطن الليبي واضطرته للاستغناء عن أساسيات مهمة على مائدة إفطار الرمضان والتي كانت البيوت الليبية لتخلو من وجودها تنقل إقبال المجتمع الليبي في خلال هذا الشهر المبارك على شراء البخوليات والتوابل والبهارات وزي ما عارف أنت فيه ليستعمل في العصيدة في هذا الشهر في السحور دائما تنقل فيه إقبال على التحن للحبوب الشعير خاصة بالإضافة للأشياء الأخرى اللي تعلق برمضان لبسيسة بالتمر والزميطة والحلبة والتوابل هي جزئية رئيسية على مائدة رمضان يتميز بها البيت الليبي وكانت البيوت الليبية في بعض المدن والمناطق تستخدم الرحل يدوية لطحن هذه الحبوب إلا أن الغلاء في اقتناء الحبوب ذاتها شكل عائقا حتى أمام البيوت التي تقوم بطحن الحبوب بأنفسها عندنا بيأخذ ولي ما عندهش يسهر لله هالي اللي عنده مش يأخذ عنه شوية شوية مش ولي ما عندهش يخلها غادر لك الروضاء بسيب تأخذ حمصة السرسية تأخذ حلبة تأخذ عدسة تأخذ شرمة بتاعها كانت دونك تأخذ الأساسية يعطيه لكن في حاجات ذكرتالية ممكن تستغنع لها فيه إخبار كبير في شهر ومنا خاصة في البيان جمعنا تقتاليجي وبدهر ومتعبنا فيه إخبار كبير وزحمة كبيرة كبيرة من ناحية الناس فيه غلاء كبير جدن غلاء كبير جدن غلاء كبير ودعوها في موضغرية كلها خلاء غلاء كبير يقبل رمضان فتشكل أزمة ارتفاع الأسعار معضلة لدى معظم البيوت بسيطة الدخل في جل المناطق الليبية حتى عند اقتناء أبسط الأشياء وكثرها أهمية ويبقى الأمل في وضع حلول لمشكلة ارتفاع الأسعار خصوصا مع اقبال المناسبات التي تشهد اقبالا على شراء السلع